الخاتم العجيب حكاية من التراث الألماني رغم كني هذا العمل الشاق المال لا يكفي لشراء الطعام انتظر 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 سوف أوريك يبدو أنك لا تحب العمل لقد جعلت الغرابة يسخر منك لكنك لست سيئا لذلك سوف أخبرك بشيء مفيد إذا سلقت هذا الطريق تقابلك شجرة فإذا قمت بقطعها انتهت مشاكلك حقا؟ صدق أو لا تصدق حسنا سوف أذهب حالا انتظري وجدتها هاي إلى أين تذهب وتترك عملك؟ هاي انتظريني يومين فقط وسأعود إليك ثريا ها ها هاي ما الذي تتحدث عنه؟ إنك تكره العمل أمر سيء حقا وهكذا أخذ المزارع بنصيحة السحلية وراح يسير في اتجاه الشجرة وحين جاء الليل نام بالغابة وحين استيقظ في الصباح ليكمل سيره راح يمشي ويمشي وكأنه يسير أبدا هيا 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 أو شكت على الانتهاء ما هذا؟ أوش عصفور؟ توقف! 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 ستقوق على الأرض توقف! توقف! توقفوا! 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 أوكفوا البايت! أوكفوا البايت! لقد كسرتها؟ ما هذا؟ شكراً لك! لقد انقذت حياتي! سأعطيك خاتماً مكافأة لك! خاتم؟ نعم! خاتم عجيب! إذا وضعته على إصبعك وأدرته يحقق لك أمنية! أين الخاتم؟ هنا! هذا صحيح! ولكن لا يسمح لك بأكثر من أمنية! وبعد ذلك يصبحك أي خاتم آخر! فكر جيداً! لا تضيع الفرصة على شيء تندم عليه فيما بعد! كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أنا بخير! ماذا؟ أراد المزارع الفقير معرفة قيمة الخاتم الذي أخذه من السقر، فراح يسأل الصائغ عن ثمنه إنه خاتم عادي لا يساوي شيئاً! أيها الرجل خذه! ها؟ لو عرفت قيمة أهل ما قلت ذلك! ها؟ أتعرف ما هذا؟ ها؟ هذا خاتم عجيب! يساوي في قيمته كل هذه الخواتم مجتمعة! أتفهم؟ ها؟ خاتم عجيب! ماذا تقول؟ هذا صحيح! تعجب الصائغ كثيراً لما سمع، وراح يفكر في وسيلة للحصول على الخاتم حسناً! حسناً! أنت رجل صادق! أشك في ذلك! كمان سعيد بمقابلة مالكي هذا الكنس! أنظر! لقد غروبت الشمس! ما رأيك بالبقاء مائي هذه الليلة؟ ها؟ ها؟ جاءنا زائر فلنرحب به! أخذ الصائغ يثني على المزارع الشاب ويدلك له ظهره ويخدمه نم يا حبيبي نم! نم يا صديقي نم! نم يا أزيزي! نم حقاً! وفي تلك الليلة نم يا حبيبي إندي لا أعرف أنا مريح siento aku شكرا يا صديقي كن على حذر ودعم مع السلامة مع السلامة أيها أيها الخاتم أعطني نقودا ذهبية هيا أعطني إياها هيا أشرا أكثر أكثر أريد أكثر هيا أعطني أكثر سأصبح ثريا أعطني إياها أصبحت ثريا هيا أكثر هيا أكثر هيا أكثر وهكذا دفن بيت الصائغ الجشع تحت تل من النقود الذهبية ولم يفطن المزارع للخاتم المزيف الذي قام الصائغ باستبداله هاي زوجتي لقد اتهت مشاكلنا هاي كيف تركت عملك وذهبتها كذا انظري انظري إلى هذا ها ما هذا خاتم نعم خاتم عجيب يمكنك أن تتمنى أي شيء فيتحقق في الحال أمنية واحدة فقط نعم فقط واحدة هاي حسنا دعنا نتمنى حقلا واسعا هذا الحقل صغير جدا لا إذا عملنا بجد هذا العام يمكننا شراء حقل آخر يجب أن لا نضيع الأمنية على هذا تبدلت أحوال المزارع ورحى يعمل بجد طوال العام قلت لك إذا عملنا بجد يمكننا أن نشتري حقلا كبيرا نعم كنت على حق فلنطلب من الخاتم اعطاءنا بقرة أو حصانا هذا أمر هيا إذا عملنا بجد هذا العام أيضا يمكننا شراء بقرة وحصان حسنا هيا نبدأ العمل وهكذا مع مرور السنة الثالثة تمكن المزارع وزوجته من الحصول على مال لشراء بقرة وحصان لكن المزارع لم يرضى بعد كان بإمكانه أن يصبح ثريا لكنه لم يفعل ذلك إلى متى تتعب نفسك هكذا؟ أرجوك دعنا نتمنى شيئا هذه المرة لكننا ما زلنا نستمتع بشبابنا والحياة ممتدة أمامنا يجب أن تتذكري أن الخاتم لن يحقق لنا سوى أمنية واحدة دعينا نوفر الأمنية إلى حين الحاجة إليها لا علم لنا بالمستقبل عدت إلى حديثك الحلم ولكن لا بأس ومرت أربعون عاما كبرت معها حقول المزارع وتحسن منزله وكبر أطفاله ورغم ارتداء المزارع للخاتم طوال هذه الفترة إلا أنه لم يفكر يوما باستخدامه إلى أن جاء اليوم الذي انتقل فيه المزارع وزوجته إلى ربهما في هدوء كان أبي شديد الاعتزاز بهذا الخاتم لابد أنه ذكر زواجه من أمي يجب أن نحتفظ به كذكرى عزيزة وهكذا احتفظ أبناء المزارع بالخاتم ورغم أن هذا الخاتم لم يكن هو الخاتم العجيب إلا أنه قد جلب السعادة إلى منزل المزارع حتى الخاتم المزيف له قيمة عندما يلبسه رجل طيب ما رأيكم؟ شكرا لكم